ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله كشفت مصادر جريدة أخبارنا المغربية الإلكترونية أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الولائية لشرطة القضائية بوليتي أمن طنجا مع عناصر عصابة حوالي 17 عنصورا بتهم تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جناية ضد الأشخاص والأموال والاختطاف والاحتجاز والتعديب بغرض الحصول على فدية والضرب والجرح المفضئ لعها مستدمة والتهجير السري والاتجار في المخدرات القوية قادت لاعتقال صاحب وكالة لكراء السيارات بالمدينة ذاتها وكانت المصالح الأمنية بطنجا قد توصلت بشكايات متعددة من ضحايا تعرض للنصب والاحتيال والتعديب والابتزاز من طراف عصابة استدرجتهم عن طريق وعود بالتهجير إلى الخارج وكان أفراد العصابة ينشرون إعلانات عبر الفيسبوك تخص عروضا للهجرة نحو أوروبا يستدرجون من خلالها ضحاياهم إلى مناطق معزولة حيث يقومون باحتجازهم وتعديبهم لابتزاز أصارهم وتحصيل مبالغ مالية مهمة لإطلاق صراحهم التحقيقات كشفت تورط صاحب الوكالة في توفير السيارات اللازمة لأفراد العصابة للقيام بعملياتهم الإجرامية مقابل مبالغ مهمة بعد تزوير لوحات ترقيمها هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر بعد استكمال مصطرة التحقيق معها على السجن المحلي بالمدينة بتعليمات من النيابة العامة لمتابعته في حالة اعتقال ترجمة نانسي قنقر